اشتركوا في القناة في النسخة الخامسة عشرة من حفل توزيع جوائز المسابقة الإقليمية لريادة الأعمال الشبابية ونوهت قرينة عاهل البلاد المفدى بهذا الإنجاز المتميز لإنجاز البحرين وما تبذله سمو شيخ حصة من جهود حثيثة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الأوساط الطلابية وتحفيزهم نحو تنمية معارفهم وتوسيع مداركهم ليكونوا على قدر الثقة والتمكن لمواكبة شتى مهارات وعلوم المستقبل بما ينسجم مع ما تصب إليه مملكة البحرين من تطلعات ليكون شبابها مستقبل الوطن المشرق الذي يواصل مسيرة العطاء في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة وأشادت سموها حفظها الله بجهود سمو شيخ حصة من خليفة شخصية والمتمثلة في قيادتها المؤثرة لهذا المشروع الرائد والواعد بآفاقه الطموحة مكررة تهانيها وإعجابها بما بذله الطالبات والطلاب الذين كانوا على قدر التحدي واستطاعوا تمثيل البلاد خير تمثيل في هذا المحفل الهام مع تمنيات سموها لسمو شيخ حصة بالتوفيق والسداد الدائم ترجمة نانسي قنقر